موسيقى مقناة الأخبارية أحييكم مشاهدينا الكرام ورحبكم في حلقة جديدة من برنامج سعف الاقتصاد حديثنا اليوم وملف حلقتنا هذا اليوم مختلف نوعا ما عن الملفات التي نطرحها في حلقتنا نتحدث عن مؤشر السايبر ما هو هذا المؤشر وكيف يؤثر في مسألة التمويل العقاري نتحدث أيضا عن بعض المتضررين من هذا التمويل من المواطنين المقتردين من البنوك والقضايا التي رفعت في هذا السياق أرحب بضيفي في حلقة اليوم الدكتور عبدالعزيز الورناني أستاذ المحاسبة المشارك ورئيس قسم المحاسبة في جماعة الفيصل أرحب بك معنا دكتور عبدالعزيز أرحب أستاذ منصور عبدالله رفاعي محامي ومستشار قانوني قبل أن نستهل الحوارنا ننتقل معكم ومع سادة المشاهدين من متابعة التفاصيل في السياق التقرير التالي أعداد متزايدة من متضرر مؤشر السايبر أو ما يعرف بمؤشر إقراض البنوك لبعضها البعض بدأت تتلقاها المحاكم وجمعية حقوق الإنسان مع الارتفاع الشهري المتزايد للفائدة فالمسميات المختلفة للمؤشر في عقود الإقراض كالمؤشر المتغير أو المتفق عليه وضعف مؤسسات التمويل في شرحه أوجدت العديد من الإشكاليات لدى المقترضين في السداد وجابها المقترضون تغير سعر الفائدة المتزايد بحسب المؤشر حيث وصل مبلغ التمويل سنويا لما يقارب الضعف للقيمة الأساسية المستحقة للدفع من جانبه أكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية سوف تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بحماية حقوق المتضررين من السايبر ورفع أسعار الفائدة وأشار محامون إلى تضرر موكليهم في المحاكم من تلقي إشعارات عدم الاختصاص مشيرين إلى توجه مستقبلي للرفع لجهات قضائية أعلى لرفع الضرر عن موكليهم من جهة أخرى توضح قود السايبر بحسب مصرفيين إلى وضوح البنود الخاصة بمتغير سعر مؤشر السايبر خلال سنوات الإقراض يقابلها وجود تظلمات بإخفاء حجم إعلام الفائدة المتغيرة ومع إطلاق أول شركة متخصصة في نشاط إعادة التمويل العقاري من المتوقع خلق منتجات تمويل أكثر قدرة على تكيف السوق العقاري وخفض نسبة الفائدة على المنتجات التمويلية بعيدا عن تظلمات السايبر ويبقى المتضررون من مؤشر سايبر بين خيارات محددة أسوأها استرجاع العقار في حال عجز السداد الذي يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 60% من الراتب أرحب بكم مجدداً من مشاهدينا الكرام دكتور عبد العزيز نستهل حوارنا معك عندما تحدث عن مؤشر السايبر قد يكون هذا المؤشر بتسميته يعني ليس واضحاً بالنسبة لنا ما هو مؤشر السايبر وكيف يتم تحديده أولاً شكراً على استضافة وشكراً على طرح هذا الموضوع الحيوي واللي هم شريحة كبيرة من المجتمع بالنسبة للسايبر هو عبارة عن تكلفة الإقراض بين البنوك لليلة واحدة كيف؟ على سبيل المثال وليس الحصر مثلاً لو البنك العربي مثلاً عندي ناكس والسيولة يتصل في البنك الأهلي كمثال ويقول لنا بلي 10 مليون يقول لها كرة كرة 10 مليون بنسبة 1.2 وهذا هو السايبر وهو معدل تكلفة الإقراض بين البنوك كيف يتم تحديده؟ هذا عاد يحدد بشكل يومي يحدد بشكل يومي من قبل البنوك المحلية كل بنك يقول يسلوني يقول لك كم تقرض يقول لنا أقرض في الليلة واحدة بين البنوك بالنسبة كذا معي مثلاً لقول البنك العربي يقول أقرض بجسبة 1.2 ألا تحدد مؤسسة النقد هذا البنوك تحدد بينهم ويأخذون المتوسط طبعاً في واحد يتصل فيهم في البنوك نفسي يتصل من البنوك سوى كان نيابة مؤسسة النقدة ونيابة مؤسسة النقدة وأعتقد هنا أنه الويتر ثمسون اللي هي تتصل في البنوك وتأخذ إنه بشكل يومي وبعدين وش يسوون فيه يسمونه اللي هو يأخذون القيمة العليا عساساً والدنيا يحذفونه ويأخذون المتوسط فهو عبارة عن متوسط الإقراض بين البنوك ويأخذون المتوسط وهذا هو السايبر ممتاز يتم تحديد السايبر بالنسبة لكتكلفة إقراض ما بين البنوك الجهة الثالثة اللي هي الفرد الذي اقترد الذي تجه إلى أحد البنوك التجارية ليحصل على تمويل عقاري ما علاقة السايبر بهذا تمويل عقاري الذي يحصل عليه هو هنا هذا هو عملية السايبر هذا جزء من العملية البنكية طبعاً الأخوان اللي متضرين وما يعرفوا متضرين بقضية السايبر أعتقد القضية هو المشكلة اللي حصلت لهم أكبر وأعمق وأبعد من السايبر وحساً يكون لا يلومني أحد في هذا هل أعتقد بأن أخوان اللي متضرين من البنوك حصل عليهم شيء من الظلم بكل تأكيد هل معاناتهم كبيرة وتستحق الانتباه وتستحق الإنصار؟ بكل تأكيد ولكن ولكن على كبر حجم معاناتهم وتعاطف معهم السايبر ما هو الجزء من هذه المعاناة طبعاً القضية أكبر من السايبر طبعاً هي كلها جزء تكون كلها تكونها المشكلة من ضمنها السايبر نفسها أسان منصور يتم إبرام العقد بين المواطن أو الفرد الذي يريد الحصول على تمويل عقاري لشراء منزل يبرم العقد أو يوقع عقد مع جهة تمويل صحيح؟ العقد الذي بناء عليه يتم إقراض أو يتم تمويل عقاري هذا العقد إلى أي مدى هو واضح أو فيه ثغرات تجعل من تغير مؤشر السايبر يضر بالمقترن بسم الله الرحمن الرحيم رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري ويحل العقدة من لساني العميل عندما يأتي إلى البنك يطلب منه أنه أنا أبغى إقراض عقاري يخير بين عقدين عقد مرابحة وعقد إيجار منتهي بالتمليك عقد المرابحة لا يدخل أي مؤشر بس هم الموظفين في البنوك يبدأون بإقناع وترويج لعقد الإيجار منتهي بالتمليك لأنه أنفع وتصل قيمة العقار بالمحصلة بعد عشرين وخمسة وعشرين سنة إلى ثلاثة أضعات ما الفرق بين العقدين؟ العقد المرابحة هو عمولة ثابتة قصد ثابت مدة ثابتة معروفة لا تتجدد تكون أحيانا ستة سبعة ثمانية في المئة غير معروفة الإيجار المنتهي بالتمليك كل سنتين يتم عمل إعادة جدولة ويتم إعادة تقييم للعقار بناء على مؤشر السايبر فقد تكون القصد الشهري خمسة ألاف في بعد سنتين يتم إعادة تقييمه يوصل إلى ستة ألاف ثم بعد سنتين ستة ألاف وسبعمائة بناء على تقييم العقار وبناء على مؤشر السايبر بناء على مؤشر السايبر والموظف للأسف موظفين البنوك أنا ممكن أتكلم بصفة قانونية ومصطلحات قانونية أجعلك تنظرين إلى ني لكن الموظف البنك مشكلته أنه ما يشرح صح للموظف قد يكون هو للعميل قد يكون الموظف البنك هو نفسه جاهل بهذا المؤشر فأغلب المستفدين يقولون أن الموظف في البنك يقول لنا قد يزيد 100 قد يزيد 100 قد يزيد 50 قد يزيد 70 فأنا كعميل ومحتاج بيت وأبعاء أسكن وأبعاء شيء اجتماعي مهم بالنسبة لي وأسكني أقبل بالمئة ريال أو 150 ريال لكن في واقع العمر لا هو يزيد أكبر من كده بكثير لماذا يتجه العميد إلى عقد الإيجار المنتهي بالتمليك ولا يتجه إلى عقد المرابحة؟ لأن العمولة مخفضة ابتداءا نوع من الإغراءات؟ نوع من الإغراءات ويقول لك أنا عمولتك الآن 3.2 مثلا 3.2 لكن بعد سنتين الثلاثة هذه حصير خمسة بعد سنتين الخمسة حصير ستة بعد سنتين الستة حصير سبعة وهكذا نعم دكتور عبد العزيز إذن هناك متضررين من العقود التمولية المثبتة لا تضطف على سؤالك بس أختي الكريمة نعم بالنسبة للعقد هناك ثغرات كثيرة في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يضعون أن بند اسمه بند المؤشر متغير ما يشرحون للعميل بأن هذا البند اسمه مؤشر سايبر وضعه كذا 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 يعطوه إيهام أو عدم شرح بشكل جيد باقي الأمور ما عليها إشكالية بس البند السايبر هو اللي عليه الإشكالية بند المؤشر المتغير الذي قد يتغير بشكل مبالغ فيه دكتور عبد العزيز عالميا هل نفس المعمول به هنا في المملكة فيما يخص مؤشر سايبر بين البنوك والقروض التمويلية هل عالميا في البنوك العالمية هذا الأمر أيضا موجود ويؤدي إلى تضرر وإلى أن يدفع العميل في النهاية مبالغ طائل تكلفة التمويل هو العملية السايبر هذا جزء من العملية البنكية لكن اللي حاصل عندنا هنا وخلي سمحت لي وسمح وقتك اللي حاصل عندنا هنا عندنا إشكالية والإشكالية اللي موجودة اللي هي خلطة تكلفة عالية وبرضه ما صار فيه حماية للمقترضين واحد متعلق بالصناعة البنكية صناعة البنكية وخاصة ما يسمى بنوك التجزية أو البنوك التي تقدم خدمات الأفراد هذه البنوك تعاني ما يسمى باحتكار القلة واحتكار القلة هذا سبب موسط النقد موسط النقد يمكن عن حسن نية أوقفت تطور العملية البنكية خاصة في السوق السعودي حماية للسوق السعودي والتالي زي ما يقولون إذا الشيء زاد عن حد نقلب إلا ضده فتخيلي الاقتصاد بحجم الاقتصاد السعودي واحد من أكبر عشرين اقتصاد في العالم ما يوجد فيه إلا أحد عشر بنك أحد عشر بنك وهذا وش معنى هذا بالعربي غياب المنافسة لما تغيب المنافسة وش تصوي المنافسة عادة لما تكون موجودة في السوق هي ترفع كفاءة الخدمة تحسن الخدمة وتخفض التكلفة والعكس والصحيح الشيء الآخر الذي عندنا أشكالية منه وأعتقد هذا هو الجزاء الرئيسي الثاني في مشكلة رفع التكاليف والسبب لتضرر أخواننا من طريقين من قضية السايبر هو عدم وجود حتى الحد الأدنى من الحماية يعني عندنا مشكلة في عملية التشريع فبالتالي الحماية من ين تجي الحماية في السوق عادت في الأسواق تأتي من النقطتين واحد المنافسة بالتالي لم يكون في منافسة العميل لما لا يحصل يروح للي غير لكن سياسة مؤسسة النقط بالحفاظ على عدد محدد من البنوك يعني لها أهداف أيضا هو لها الرئيسي هو تأقيد لا هداف وأعتقد هدف عن حسنية فعندنا طبعا هنا لما تكون الحماية الحماية عادتا في الأسواق المنافسة تأتي من ثاني المنافسة لأننا المنافسة هذه عندنا تقريباً لأننا عندنا احتكار قلة الشيء الآخر تكون الحماية القانونية والقانونية هذه وظيفة الدولة الدولة في أي اقتصاد في العالم سواء السعودية أو في غيره هي حماية ضعيف من استغلال وبطش القوي لأن القوي قادر على حماية نفسه فهذه عندنا جزئية لأننا في مشاكل التشريع فلما يكون عندنا لما يكون وانا استاذ بزنس فما في استاذ جامعي في البزنس أكثر تعاطف مع قطاع الأعمال غير حقين كلياً الأعمال لكن هنا أحياناً الرأس المالية والاقتصاد نفسه هو يكون عدو نفسه أعطيك مثل بسيط جداً لما تنتفي المنافسة في السوق ولا يوجد حتى الحد الأدنى من الحماية وش الناتج؟ الناتج ما يسمى بالرأس المالية المتوحشة فهذه هذه الاشتالية الحلقة الأضعف هو العميل هذا هو المطال هذا هو القضية أستاذ منصور البنك يحمي نفسه في بند الإيجار المنتهي بالتمليك بهذا البند أو في العقد يحمي نفسه ببند المؤشر المتغير إذن كيف يحصل المتضرر حقه؟ المسألة أكبر من أنه في حق بسيط المسألة أنه العميل هذا يحتاج أنه يلجأ إلى جهات قضائية حتى يقوم برفع دعوة لإبطال هذا البند لإبطال البند؟ هذا يعتبر بند فاسد شرعا يجب أن يبطل توجهنا لرفع دعوة في المحكمة العامة المحكمة العامة أفادت بأن هذا من عدم اختصاصها ومع العلم أنه رفعت المعاملات أو القضايا إلى الاستئناف والاستئناف كان في تضارب عنده بعضهم أيد الاختصاص وبعضهم أيد عدم الاختصاص رفعنا قمنا برفع الآن مخاطبة مؤسسة النقد مؤسسة النقد جهة مسؤولة وجهة رقابية وحسب نظام التمويل العقارية حق لمؤسسة النقد إذا وجدت أن هناك منتج سيء تسحب المنتج هذا من البنوك منتج تمويلي مؤسسة النقد هي التي تقوم بتأييد هذا العقد الذي تقوم البنوك بإصداره وكتابته أو تعد لهم نموذج مسبق فأنت يا مؤسسة النقد أحد أمرين إما أنك قمت بإعداد نموذج مسبق وإما أنك وفقت عن نموذج الموجود في البنوك كل الأمرين في أنت على إشكالية أنت المسؤول أمام الناس أنت المسؤول أمام الدولة على أنك سمحت بوجود هذا العقد الفاسد على أنك ما قمت بإنشاء عقد سليم ابتدائيا ما الحل؟ في حلول كثيرة الحقيقة نحن الآن بصدد رفع دعوة إدارية أو بمعنى آخر رفعت الدعوة الإدارية على مؤسسة النقد بأن مؤسسة النقد مقصرة في متابعة البنوك ومتابعة المنتجات الموجودة التمويلية الموجودة في البنوك يفترض على مؤسسة النقد حسب نظام التمويل ونظام مراقبة الشركات أنها إذا وجدت أن هناك منتج سيء تقوم المؤسسة النقد فوراً بسحب هذا المنتج لا يوجد ضرر أنا عندي المواطن أهم من المنتج أهم من الرأسمالية المتوحشة مثل ما فضل أخو يا عبد العزيز إذن نناقش المسألة القدائية أو الحماية القانونية مع أستاذ منصور دكتور عبد العزيز من الناحية الاقتصادية لم تجبني على السؤال عالمياً هل معمول بنفس الأسلوب مسألة التمويل العقاري والرهن العقاري والسايبر المتغير هل عالمياً في البنوك العالمية نفس الألية متبعة طيب خليني أقول لك حاجة أولاً الله يسلمك بالنسبة للبنوك العالمية السايبر جزء من العملية البنكية لكن هنا ما ناخذها بسلوب ولا تقرب الصلاة لأن هي جزء العملية البنكية جزء متكامل اللي هو جزء منافسة وجزء تشريعي فهو الأساساً طبعاً لما تكون الجزء الموجود اللي هو جزء السايبر السايبر البنك لما يكرض القروض بـ 1% لما يكرضها بيكرضها أساس يأخذ منها جزء يأخذ الأرباح فوقها لكن المنافسة هي اللي تنظم السوق والقوانين هي اللي تنظم الحماية حناً أساساً عندنا المنافسة شبه غائبة ليش؟ لأننا عندنا احتكار قلة الشيء الثاني ما عندنا حماية وما تفضل ساعة المحامل الآن هم أساساً ما عارفين ويروحون فالمتضررين من هذا الله يسلم هذولي شريحة مهمة من الطبقة الوسطى في المجتمع السعودي ومثل ما يعلم الجميع الطبقة الوسطى هي العمودة الفقري للاقتصاد السعودي وهي ذروة سنامة الطبقة الوسطى جميع الدول تتمنى هذه الطبقة ليش؟ وتسنى القوانين والتشريعات لحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها من التآكل لسبب بسيط جداً لأن هذه الطبقة هي التي تملك القوة الشرائية وهي المحرك الحقيقي للاقتصاد ليه اقتصاد؟ وهذه الطبقة هم القادرين على أنفسهم مساعدة أنفسهم ما يحتاجون لمساعدة يعني هم يكفون الدولة أنفسهم ولكن وش اللي يحتاجون؟ يحتاجون إلى حماية يحتاجون إلى قوانين تضمن لهم التعامل العادل أعطيك مثال بسيط جداً هنا بالنسبة للقوانين الموجودة عندنا هنا الآن وش اللي صاير؟ صاير الآن الله يسلمك الآن لما تيجي للبنوك حقتنا تجد البنك يأخذ القرض لما يأخذ واحد يأخذ القرض تجد القرض نفس العقار مرهوم باسم البنك تجد راتب المقترض وعادتنا هو من كبار موظفيين أو المتوال بتوسط في القطاع العام والقطاع الخاص يرهون الراتب باسم البنك يرهون خدماته باسم البنك فهذه عادة لما ليس أني جبت النقاط هذه الثلاثة لأن عادة الفوايد التي تأخذ البنوك تتناسب مع المخاطر كل مكانة المخاطر عالية كل مكانة الفوايد مرتفعة فأنت لما يكون عندك ثلاث ومانات وهذه الضمانات لا توجد تقريباً في العالم رهن العقار رهن الراتب ورهن الخدمات وبالتالي أقدر الله هنا أن المخاطرة في القروض لأفراد العقارية تقريباً تصل لصهر أو أنها حامشية وهذا لا يبرر لا يبرر التكلفة العالي جداً فوايد القروض أنا أعطيك واحدة البسط جداً عندنا في البنوك السعودية هنا 64% هذا متوسط 64% من الفلوس الودائع اللي في البنوك تجيهم بلعش ليش كيف بلعش هنا الناس مسلمين والتالي يجي حط فلوسي أنا منهم أحط فلوسي عند البنك وأقول خلها عندك أنا ما أخذ على شيء وبالتالي 64% تجيهم بلعش ولكن مع هذا كله ومع هذه الحماية كلها تجد أن الفوايد اللي أخذها البنوك وهذه سبب المشكلة طائفين فوايد اللي موجودة في البنوك الأمريكية طيب النظام يسمح لهذه البنوك هو يسمح هي القضية هي قضية النظام النظام في عدالة النظام أولا أنت لما تكون عندك صناعة شبه تكارية ولما ما يكون فيها الحد الأدنى من الحماية حنا خلينا الطبق الوسطى لقمة صائغة للمصارع فبالتالي وظيفة الدولة والدولة عزها الله حريصة على أبنائها صحيح طبعا فهذه قضية حنا نبرزها الراية العام عساسة نبيلها حل يعني يجب أن تسحب هذا المنتج طميلي مؤسسة النقد من المنتج الحلول كثيرة طبعا إذا حنا بندخل في الحلول الآن الحلول الله سلمك ممكن تكون الحلول طبعا أولا حنا عندنا خلل والخلل لازم نعترف فيه عساسة نبرزه عساسة كل حل أولا عندنا خلل في السوق الخدمات المالية هذا فيه خلل الخلل الآخر عندنا خلل في الكفاءة وفائلية التشريعات هذا خلل طيب كيف الحل يكون لها الحل من وجهة النظر يكون جزائي جزء متعلق بالمتضرية السايبر الحاليين لمضرين وجزء الآخر متعلق بصلاح السوق والجزء الآخر متعلق بصلاح البيئة التشريعية طيب قبل أن أفصل هذه مسألة البيئة التشريعية والحلول أستاذ منصول ما هي أو ما هو مضمون أهم القضايا المتعلقة بهذا بالتمويل العقاري الله يبارك فيكم أخي أعطنا فرصة ما خلت لحاجة تفضى توضيحاً بس لنقطة مهمة الرهن العقاري لا يكون إلا في عقد المرابحة عقد الإيجارة المنتهبة التمليك هو يملك للبنك أساساً فأنت خايف من إيش تجي تسبب إشكاليات يا بنك نعم سؤالك إيش هو سؤالك مضمون القضايا أبرز القضايا التي رفعت بهذا الشأن بما سنحن من العقاري نحن كان همنا الوحيد أن نلغي مؤشر السايبر وهو تصحيح العقد وإلغاء مؤشر السايبر نعم إلغاء مؤشر السايبر حسب مادة 31 من نظام المرافعات الشرعية تقول أنه أي شيء متعلق بالعقار تكون اختصاص والمحكمة العامة رفعنا المحكمة العامة نريد أن نلغي مؤشر السايبر إلى جماعة الخير نعم المحكمة العامة قالت أنا ماني علاقة لأنه هو عقد تمويلي بالأساس فللتالي أنت تروح إلى لجنة منازعات المصرفية والتمويلية نعم لجنة منازعات المصرفية والتمويلية ماذا تقول العقد شريطة المتعاقدين أنت عندك عقد التزم بالعقد عقد خطأ صح ومشكلته يعتمد على إيش يعتمد أن هناك لجنة تشريعية في كل شركة تمويلية لأن البنك تجيز هذا العقد طيب لجنة تشريعية هذه أولا لا أقبل منها أنا فتواها عدة أسباب من أهمها وصول الصورة خطأ لها لكي لتفتي فيها أنا أسألك سؤال معين أخذ فتواكي ولكن ما أقوم به مختلف تماما عن السؤال لجنة تشريعية تأخذ رواتبها أو تأخذ مكافآت من هذه البنوك وبالتالي أنا أشعر أن ناحية النزاها قد لا يكون موضوعي لا نقعم بأحد في عينه ولكن كلهم أساتذتنا وكلهم أسيادنا لكن نقول أنا لا أقبل لجنة تشريعية تقوم بهذا التشريع طيب يمكن أن نستكمل هذه النقاط بعد الاتصال الهاتف ينضم إلينا عبر الهاتف سيد عبدالله الربدي مستشار مالي أهلا بك معنا سيد عبدالله هناك نتحدث عن متضررين من عملاء البنوك الذين يتجهون للحصول على تمويل عقاري بناء على عقد إيجار منتهي بالتمليك وترتفع فيه التكلفة بشكل متغير ما رأيك بهذه النقاط أساد عبدالله التي نترحوها أولا مساء الخير لكي وسأل المشاهدين مساء النور أعتقد المشكلة اليوم التي نشوفها في قضية عملاء البنوك وعقود التمويل العقاري هي في الأساس قضية العقل نفسه ويضاح هذه العقود للعملاء عندها توقيع هذه العقود في بداية العام قد يكون هناك أفتام مشتركة بين البنوك والحياة الرخافية وكذلك لا يركض اللوم عن العمين نفسه بحسب منه العقود شريعة المتعاصلة إذا كان في العقود مذكور هذا الكلام فأنا أريد أنه كان العمين يقرأه لكن الحقيقة أن هذه العقود طويلة والعمين يستطيع أن يكون على غير جراعي في هذه المواضيع كان من المفترض أنه يسل شرحة ورصة فكرة اللي العمين مشكلة واضحة حسب ما طعمت أنه ومن مداخلات الأخوات أنه كان الشرح عن طريق البنوك بطريقة معاكسة أنه كانت العمين على أساس طائدة ثابتة بينما العقود يتكرونها متغيرة لكن قد يكون الموضفين أقطعوا في شرحة للعمين والذي اعتمد على سلام ونظف وآخذ على المناسة فاعدة ثابتة وهذا كان أحد المشاكل الرئيسية حفظ من المتضرغين ومن المحامل حتى نفس الكرام ونبارة هناك أخطاء أعتقد أن أخطاء مشتركة من الجميع لكن المتضرغ اليوم أن يتم معالجة هذا الموضوع لأنه الاستمرار اضرطها بالفاعدة الثابة مع تضرغ اليوم المشتفيدين والعملاء بعد ارتفاع ولا شكل أضعوا عليهم في دخلهم الشهري لا أظن أن يكون في تغيير هذه العقوة الواقع موسط النقص بالتراغ مع الجنوك لحل هذا المشكلة حتى لا تتفاق ونذكرت هذا ثابتا ونجد أن الانتجاه الآن اليوم رئيس عامل فاعدة حول الأعلم هو من ارتفاع حيث أنه مربطين بالفاعدة الأمريكية فاعدة بشكل شبه مؤكد في حالة الاستمرار بهذا السياسة النقضية سوى يتن رفعه خلال فترات القادمة شاءت نص النقض أن ننتشأ هذا الأمر ملاقب اليتن منذلك الموضوع هذا يتطور إلى شكل وضع أكثر تأرجم على المستفيدين وعلى عملاء هل يجب على سياسة النقض أن تغير على مؤسسة النقض أن تغير هذه السياسة أو تسحب هذا المنتج التمويل من البنوك أو من التداول لتحمي العملاء إن كان الخلل في عدم فهم العميل لهذه التكلفة التي تتغير وتزيد مع السنوات أولا هل عندنا شكرا في هذا المثل هو العقوب الجديدة أولا لا يجب أن يتم الآن مهارجة في العقوبة الجديدة وضع سياسة واضحة لشرحها للأمين ويضع كل مشاكل سطورة أو تعمل سطورة في هذا الأرض بكل السنيرات وكل الاحتمالات من رفع الفائدة وغيره لا بد أن تشرح للعملاء بشكل واضح أتيت وافق للأمين إذا وابق على هذا وابق لأ أصبحت الآن الأمين يوقف على عادثة لأسنا لهم المشكلة العقوبة القديمة وبأن الأمر ما زال تحت السيطرة وعاد قد أنه ما زال تحت السيطرة بالنسبة لجهة التنظيمية والبنوك أعز قد أنه يستطيعون اليوم حلها عن طريق مصد النقر بالجلوس مع البنوك والجلوس مع المتضررين ومحاولة يصيد إلى سيغة ترغي الجميع أو التوافقية بينهم بحيث أن يتم وعاد العقود أو تأويل العقود ثابتة حسب المصلح العام للجميع الأطراف وعجب الانتظار حتى تتفاصل بمتنة مع التفاة التكريف المتوقعة خلال المستقبل شكرا لك أستاذ عبدالله ربدي مستشار مالي أستاذ منصور نعود لنستكمل ما كنا قد أتحدث عنه قبل التسال تفضل بعد كنا أتحدث عن مضمون أبرز القضايا المرفوعة وحدثنا أيضا عن اللجان التشريعية التي تبت في هذه الحقوق نحن قلنا أنه يفترض على المؤسسة النقد أن تقوم بالتأكد ومراجعة هذه العقود بشكل جيد مؤسسة النقد كما ذكرت سابقا إما أن تقوم هي بإعداد نموذج لهذه العقود أو توافق على نموذج معد مسبق وكل الأمرين هو يضع مؤسسة النقد تحت المسائلة أنت يا مؤسسة النقد بصفة الجهة الرقابية بصفة تتبعين على نظام مراقبة الشركات ونظام التمويل ماذا فعلت لهؤلاء الناس ماذا فعلت ماذا قدمت ماذا قمت لحتى تحمي هذا الشريحة الكبيرة من المجتمع مؤسسة النقد الآن من حوالي شهر أو أقال من شهر أصدرت خطاب إلى جميع الشركات التجارية بعد ما صار في ضغط على مؤسسة النقد بأن ترى لجعنا إلى حماية المستهلك ولجعنا إلى حقوق الإنسان لشان مناقشة هذا الموضوع يعني العميل يكفي أنه البيت خربان عليه واسلوب بناء المنزل سيء لا يعني لا فالبيوت الكرتونية زي ما يسموها لكن الآن أنت عالج لمشكلة الآن خفف لي الأقص أنا يجي آخر الشهر ما عندي إلا ميتة ريال ومؤسسة البنوك الآن تسحب فوق السبعين في المئة ونظاما ممنوع تسحب أكثر من ثلث للموظف والربع للمتقاعد مؤسسة النقد مئة في المئة مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام ولاة الأمر يجب على مؤسسة النقد أن تتحرك بأقصى سرعة يجب ونحن الآن مؤسسة النقد نقترع عند القضاء وقدمنا دعوة ضدهم في المحكمة الإدارية وسوف نتواجه عند القضاء بإذن الله دكتور عبد العزيز إن كان من الصعب الآن على المدى المنظور على الأقل حماية المواطنين أو العملاء عبر زيادة المنافسة وزيادة عدد البنوك في السوق ما هي الحلول من يشهر نظرك؟ أولا أنا شاكل لك أعضي أستاذ المحامي شيء وقت لنا للمحامي يمكن أن نحتاجه أربع دعوة بعدين عليكم فإلا الله يسلمك هو بالنسبة للحلول هي جزئين الجزء الأول متعلق بالضررية السائبة قضيتهم تحتاج إلى حل وحل سريع ومن وجهة ناظرية الحل يجب أن يكون على قاعدة لا ضرر ولا إضرار لا ضرر فيهم ولا إضرار في الموسطة المالية طبعا الحل يكون واحد من اثنين من وجهة ناظرية يلزم البنوك بالرجوع للعقد الأصلي اللي وقع على العميل لأن هذا هو العقد اللي وقع عليه وبالتالي الفائدة الموجودة في العقد رغم أني نؤمن أنها كانت حالة جدا ولا تتناسب بل مع خاطر ولكن هو الفائدة قبل ما ترتفع أي شيء يرجعنا هذا واحد أن تلزم الموسطة الناقد وعندها القوة القانونية تعود إلى العقد الأساسي للعمول الأساسية والعمولة اللي موجودة رغم أنهم يسوء طيب هذا واحد أو ممكن تقوم موسطة الناقد بتحديد هوايد للبنوك على القروضة العقارية الخاصة بالأفراد لا تتجاوز من واحد إلى اثنين ونصف فالمية فوق السايبر مثلاً تقوم السايبر واحد فالمية واحد مثلاً وقل هذا العميل كفاءة المالية كويسة ممكن نضيف له اثنين بتاعي اللي تكون ثلاثة فالمية لكن هنا برضه نقطة وضحها ونعتقد حتى موسطة نقطة تتبه الشي هذا ليش؟ لأن في فرق ما بين الفائدة اللي يسمونها اللي يسمونها الفوايد حق سنة الأولى ويقسمونها على القرض يك личبما هذا هامشة الربح هذا ليك الفائدة لفع العميل فبالتالي في فرق ما بين الفائدة وهمشة الربح ونتمنى وسط النقدة ترزف البنوك ببيان الفائدة واللي هي APR اللي هو الفائدة اللي هو اللي يسمونها anual percentage rate اللي هو الفائدة السنوية متضمنة الفائدة ومتضمنة جميع التكاليف ولا يقول لك هامشة الربح لأن هامشة الربح مظلل هذا الجزئي هذا الجزية طبعاً الأولى اللي هو الحاليين ولكن إذا ما حنا صلحنا السيستم ما صلحنا النظام حنا بيجينا سيل برضاً متضررين فبالتالي أنا أعتقد واحد أنه يجب صلاح السوق المالي يجب أن السوق المالي يفتح للمنافسة هذا واحد الشي الثاني اللي هو صلاح التشريع لأنه عندنا مشكلة بالتشريع وزي ما تفضل سيادة المحامي الآن حتى ما هم عارفوني يشتكون بالظام راح أقول المحاكم قال إحنا ما نقبلكم راح أتم وسط النقل قال العقد شريعة المتعاقدين وهنا لي نقطة وعلى الدكتور أستاذ عبد الله أولاً العقد شريعة المتعاقدين لما يكون المتعاقدين متساوين في القوة لكن لما يجيني واحد اللي هو ما شاء الله عنده من المحامين وعنده من القانونيين وعنده من الخبرات ويجي واحد ما عنده ولا شيء يقول يا هذا هذا ما هو عقد وهذا يعترف فيه عقد دعان هذا عقد دعان ومعظم العقود الموجودة شكراً سعد المحامين معجب العقود الموجودة وانا كتبت عنها قبل في عكاب انها عبارة عن عقود دعان وهذا السبب ليش هي المسألة وانا صراحة المسألة رغم مني أنا أحب أوفر لموسطة النقد فيها كفاءات وطنية وفيها ناس وطنيين ولكن هي القضية اللي صايرة لموسطة النقد موسطة النقد الفترة طويلة عن حسن نية نصبت نفسها حماية للبنوك وهذا عن حسن نية ما أعتقد أنها سوّت أنه والله تحمي قطاع بأكمله يعني قطاع البنوك هذا ممتاز وأرباحه يحمي الاقتصاد هي لكن أولاً من الأولى بالحماية نحن نبي شيء متوازن حماية الجانب الأضعف دائماً الدولة والدولة وينما كانت والدولة الدولة السعودية حمها الله دائماً تحمي أبنائها فالأولى بالحماية هو الجانب الأضعف والطبق الوسطى مهمين للاقتصاد السعودي هم أساس الاقتصاد السعودي للحماية فبالتالي يجب صلاح أولاً المنافسة في السوق السعودي يجب صلاح أفتح المنافسة طبعاً أفتح المنافسة بشكل مدروس الشيء الآخر يجب صلاح بيئتنا التشريعية لماذا؟ حين الآن لما نجي نجد الإدارات الحكومية تاريخياً هي سيطرة التشريع وسيطرة التنفيذ وسيطرة الرقابة مثلاً الرقابة والتشريع والتنفيذ عند الإدارة الحكومية طبعاً هذا خدمنا تاريخياً لأننا كنا دولة بسيطة ومجتمعنا بسيط وقوانين بسيطة الآن القوانين أصبحت أكثر تعقيدا تحتاج لواحد عندهم خبرة ومعرفة تراكمية في سنة تشريعات ودراسة تثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأنا أشك أن الإدارات الحكومية التنفيذية لأنه ليس عملها تشريع أصلا عملها عمل تنفيذي فبالتالي ما عندها القدرة لمناقشة القوانين فأنا أعتقد أن هذا الشيء أولا عملية سيطرة الإدارات التنفيذية على التشريع والرقابة والتنفيذ هذا عطل تطور البيئة التشريعية وأنا أعتقد أننا في مرحلة تغير وأعتقد أننا في مرحلة أن ننظر لهذا في عين الاعتبار أستاذ منصور أين وصلت القضايا المرفوع الآن إن كانت الجهات أيضا القضائية غير صاحبة اختصاص أين وصلت القضايا المتضرر إلى أين يتجه طيب قبل أن أذكر لك إلى أن يتجه المتضرر مؤسط النقد الآن أصدرت الخطابة التي قلت لك عنه ووضعت فيه أربع حلول للمتضررين عن طريق البنك طبعا فقام البنك هو يتصل للعمين يخير بين إما أنه يعيد لك جدولك الآن المديونية اللي عليك وبالتالي حطول المدة وحيطول الربح إما أنك تشوف بنك آخر يشتري المديونية اللي عليك إما أن تقبل بالوضع الحالي وكل عام وأنتم بخير أو أنك تثبت العقد الآن هو إذا وافق على تثبيت العقد زي ما إحنا نطالب تعرف إيش هيخسر هيخسر مبالغ كبيرة كان قد دفعها من قبل كيف يعني يعني أنا دفعت خلال لي الآن خمس سنوات دفعت 800 ألف ريال لما تثبت العقد 800 ألف ريال راحت عليها يبدأ عقد جديد وتقييم جديد للعقار يعني حتى الحلول مطروحة مؤمن من الجهات المعنية أيضا نحن الآن إلى أن يعيد كل ريال أخذ من المواطنين المستضعفين هؤلاء إلى بأثر رجعي أن يعيدوا كل ريال أخذ وتعود العقود إلى أساسا إلى تكون عقود مرابحة ذات هامش ربح ثابت ومعروف وقص ثابت ومعروف نتهينا بالمتضرر الذي لا يستطيع حتى أن يوكل محامي يرفع له القضايا ويتابع هذه القضية والله يا أختي الكريمة أنا عندي الآن 400 متضرر ونأخذ عليهم جور رمزية بل هناك بعض المتضررين أدخلناهم مع المجموعة كلها عشان ننهي الإشكالية هذه بإذن الله تعالى ولا نريد من ذلك إلا أنقاذ هذه المجموعة يمكنهم الرفع إلى الجهات العليا رفعنا الآن أنا رفعت الآن خطاب إلى مقام مجلس الوزراء حتى تناقش قضية هناك التناقض بالأنظمة عندك النظام المادة 31 الموجودة في النظام المرافعة الشرعية والمادة الثانية الفقرة الثالثة في قواعد التعامل مع اللجان المصرفية والتمويلية تم كتابة خطاب إلى مؤسس النقد بأن مؤسس النقد قومي بدورك الحقيقي أنت عليك واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى الآن يجب أن تكون دور مؤسس النقد أكبر وكذلك تم رفع دعوة قضائية أمام محكمة إدارية ضد مؤسس النقد حتى تقوم بعملها ونطالب بإعادة كل ريال أخر لهذا المتضررين وطلب تثبيت الجدول أنا أتمنى المسؤولين ينزلوا إلى الشارع ويعيشوا مع المتضررين ونشوفوا مشاكلهم اللي أحيانا لا تجد مئة ريال على جيب الواحد منهم يجيب خبز لأولاده هل هذا يرضي الكبار؟ لا يوضي أحد دكتور عبد العزيز أنشئت شركة إعادة التمويل العقاري لتأمل إعلان عن إنشائها ما هو الدور المنوط بهذه الشركة لحماية المتضررين أو لإعادة الأمور إلى مجريها في مثل تمويل العقاري كي لا يتضرر عميل من هذه الإجراءات أو من هذه الآلية أولا الشركة التي إنشئت اللي هي شركة شركة إعادة التمويل هذه مبنية على فكرة فاني مي أنا فريدي ماك في السوق الأمريكي وهذه الشركتين في السوق الأمريكي هي تشتري القروض من البنوك وتحولها لسندات وتبيع السندات وبالتالي المخاطر تقل وشيء ثاني السيولة توفر للبنوك وتوفر البنوك للبنوك لإعادة الإقراض ولكن عندنا هنا وأنا كتبت الموضوع هذا سابقا عندنا هنا يبدو أن شركة حطولها هدفين الهدف اللي هو تطوير السوق العقاري وهي موجهة للعقاريين وموجهة شركة العقار وتمويل العقار الجزء الآخر ويبدو أن حتى هم لحد دلامة هي بواضحة رؤية عندهم اللي هو شراء القروض طبعا هو الهدف هذا ممكن يحل جزئية خاصة للسوق العقاري والإقراض وسوق الإقراض وأنا أتمنى يكون التركيز على شراء القروض ويعادة تسنيدها وضحها لسندات ليه؟ لأن شراء القروض أولا يصير البنك وظيفته هو عبارة عن بداية القرد يعني هو يبدأ القرد هو ما يملك القرد هو عبارة عن يبدأ القرد وبالتالي يسوي القروض مقابل رسوق القرد وين يوديه؟ يبيع على الشركة الشركة تحول إلى سندات طبعا حسب المخاطر وحسب الملائة المالية تقول هذا الجزء اللي ملاتهم في كويسة وهذا اللي بينهم وهذا اللي بعدهم وصير يتسولها سندات وتبيعهم وتبيعهم في سوق المواطن يشتري هذه السندات؟ لا لا المواطن يشتري السندات والشركات الاستثمارية تشتري السندات في هذه الفكرة أولا تحرير البنوك لعدد تمويل اللي يصير عندها سيولة تبول الشيء الآخر إن المخاطر والتكلفة تقلب طبعا لما تطلع القروض من البنوك يصير ما فيه تكلفة التكلفة يمكن تصير زي ما تكلفت السوق الأمريكي السوق الأمريكي تكلفته ممكن تقريبا حوالي ثلاثة ثلاثة وشوية في المئة وهذه الفائدة الحقيقية وليس تلهمش الربح اللي أشوفه في البنوك فبالتالي هذا يوزع المخاطر الشيء الثاني يوفر السيولة للسوق فبالتالي يحرر السوق الأقراض يحرر المقرضين من البنوك ومن التكلفة ويحرر السيولة في البنوك للأقراض ولكن هذه تطبقت بطريقة صحية اللي أنا أفكر بيها طبعا لكن اللي أنا أشوفها الآن وقرعنا إن عملية الأقراض هي عملية جزئية بسيطة وهي مؤجلة عملية شراء القروض وتحويل السندات هي مؤجلة وش اللي يفكرون فيه يفكرون أنهم هم يطورون العقار يقرضون الشركات العقارية يعني يسهلون منظومة تمويلية حصول الشركات العقارية على تمويل لكي تبني هذا هو فأعتقد أنه هو كويس أنك تبدأ تطور السوق العقار وهذا شيء جميل هل يكون بلاشي أستاذ عبد العزيز طبعا لا طبعا حيخبر أبو ضعف بكرة المواطن هو اللي حياكل الضب هذا هو على ظهر المواطن هذا بالتالي بالنهاية هو بكل تأكيد إذا حصل الأمر هذا إذا ما اشتغلوا على التكلفة وخفض التكلفة المواطن لا استفاد شيء ولا القطاع العام ولا الدولة استفاد شيء لماذا؟ لأنها ذهبت إلى البنوك وذهبت إلى الشركات العقارية لكن إذا تطوير العقار هذا جدا ممتاز وفكرة ممتاز صحيح ولكن لا يكفي لأنه لما يطور العقار يزود المعروض ومن ناحية النظرية لما يزود المعروض تتخفض الأسعار ولكن في المقابل التكلفة الأقراض المواطن وخاصة هالناس اللي يقدرون على دفع تنسل لطبق المتوسطى هم ما يحتاجون مساعدون للدولة الدولة اللي أحميها خلهم يتفرغون للناس اللي يحتاجون مساعدة أنا بيكتوفر لهم قروض في تكلفة معقولة وتوفر لهم حماية نحن نبي يمركزون على القروض طبعا إذا ما تخفضت القروض إلى النص ما حتى ما استفدنا من شركة التمويل عاد تمويل أطلاقا ليه لأن حتى القروضة المدعومة الآن يأخذ القرض والدولة تدعم القرض تدفع 500 نفس القيمة نعم فوايد وبالتالي الدولة مكلفة مرتين لكن لو طبق بطريقة صحيحة التكلفة في تنسل النص وبالتالي توفر على المال العام وتوفر على المواطن المقترد طيب أستاذ منصور البنوك أيضا يعني يبدو أن البنوك أو موظفي البنوك يعملون على استخدام مصطلحات إما لإغراء العميل للتوجه أو لبناء هذا العقد الذي تزيد تكلفته سنويا أو لا أقول يتلعبون لكن يغيرون في المصطلحات الهامش الربحي أيضا على البنوك أن تلتزم بمعايير محددة ما سبيل لإلزام البنوك أيضا بهذه المعايير سوفي كلنا نعرف أنه موظف البنك كل عميل يجيب له عمولة صحيح أنت لما تجيب لي عميلين ثلاثة أربعة باليوم لك عمولة قد تكون واحد أو اثنين اللي هو وبالتالي أنا من مصلحتي أني أبيع هذا المنتج على العميل اللي فيه عمولة لي أفضل لي لأن العمولة ماشية كل سنتين في إعادة تقييم في عمولات زيادة لي أنا كعميل كموظف الموظف بالتالي يحتاج أنه يقنع عدد أكبر من العملاء بطريقة أو بأخرى ونحن ناس بسطين يعني زي ما تفضل أخذ العزيز ناس بسطاء طبقة متوسطة تريد يعني السكن البسيط اللقمة البسيطة العيش البسيط حتى تستطيع أن تمضي بهذه الدنيا الإشكالية الآن أنه لما تيجي تثبتي على الموظف أنك أنت قلت هذا الشيء للعميل يقول لك لا هل هناك شيء مسجل علي هل هل وإمكانية إثبات أن الموظف قال هذا الكلام أو ما قاله مشكلة ما تستطيع أن تثبتي هذا الشيء إذن يجب على العميل أن يكون واعي لكل هذه الإشكالية البينك يرفض يعطيك العقد أنا مواجهة أكثر من مرة أن العميل يكلمني هو عند الباك يقول العقد يقول كذا كذا ماذا أفعل يا أخي العقد مكون من 100 بند جيب العقد وتعالي عندي في المكتب لا يرضى البنك لماذا أسألي البنك أيضا مؤسسة النقد لا تفرض على البنوك أعطاء نسخة من العقد يفترض لا تفرض عليهم لكن لا يوجد تنفيذ لا يوجد مراقبة لا يوجد متابعة يجب على مؤسسة النقد أن تقوم بالمهام المنوطة بها أنت لو تجد تشوفي نظام مراقبة الشركات ونظام تنمير الشركات ونظام الشركات تجد شيء رائع أنا أكلمك بأمانك قانوني تجد لكل ثغرة يوجد نظام نعم ولكن لا يوجد تنفيذ لا يوجد رقابة المحسوبية والرأس مالية والأمور هذه كلها تأخذ بعين الاعتبار طيب دكتور عبدالعزيز في نفس السياق يعني ألي يعني يكمن الحل أيضا في تسهيل المنظومة التمويلية عبر مثلا السنديق العقارية المدرجة في سوق المال عبر شركات تمويلية أخرى غير البنوك يتجه إليها للعميل للحصول على تمويل بتكاليف أقل وأيضا يعني تزيد من الأذرع التمويلية في الاقتصاد وبكل تأكيد كلما زادت المنافسة للسوق كلما حسنت الخدمة حسنت كفاءة الخدمة خفضت التكاليف نعم ولكن نحن الآن الموجودين شيء ثاني برضه عندنا عندنا نقص في التشريع عندنا وعندنا مشكلة هذه مشكلة تشريعية ومشكلة ليه لأن بسبب أن نحن لازلنا في طورنا التاريخي أن الإدارات التنفيذية متتولية عملية التشريع متتولية متتولية بالمصالح ليه لأن الحكمة تطلب استقلال هذه الوظائف نعم الشيء الآخر اللي هو عندنا الجزية واحد عندنا الجزية في السوق زي ما تفضلت أن نحتاج زيادة الخدمات نحتاج إلى منافسة في السوق والمنافسة لما تستمر في السوق أكيد تخفض التكاليف وتعطي المقترضين وليطالب القروض خيارات أخرى إذا ما وجدت عند البنك هذا نروح لبعد ولكن هذه مهمة موجودة لحدنا في السوق هذه مهمة موجودة وأنا أعتقد هذه حصلت بحسنية أنا أفترض حسنية لموسط النقد وليس دفاعا عن موسط النقد طيب وأنا أساسا بالنسبة للمشكلة هذه أنا أضعها على أحتاب موسط النقد لموسط النقد المسؤولة عنها هي موسطة مسؤولة عن العطل اللي صال تعطيل المنافسة في السوق السعودي ومسؤولة برضه عن التغرات التشريعية اللي موجودة فهذه جزء منها لكن القضية اللي حنا نحتاجها أولا نحتاجها لحل لها القضية الصائرة لأنها فعلا قضية إنسانية زي ما تفضل صحيح وهذولي هما طبق الوسطى اللي هم عماد الاقتصاد السعودي فحنا نحتاج لهم أولا حل لهم سريع الشيء الثاني اللي هو قوانين حماية وقوانين تشريعية ممتازة أستاذ منصور كلمة أخيرة قبل أن نختم يجب أن نذكرها قبل الختام يجب إيش كلمة نذكرها قبل أن نختم يعني ما هي ما هي رسالة توجهها بدقيقة واحدة رسالة يوجهها إلى والدي خادم الحرامين الشريفين وولي عهده الأمين محمد بن سلمان نعم أقول أرجوكم أن تلزموا الجهات الحكومية بأن تقوم بدورها بشكل صحيح ممتازة إذا الدائرة الحكومية قامت بدورها بشكل صحيح امتهت أغلب الوشاكل ممتاز شكرا لك أستاذ منصور عبدالل رفاعي محامي ومستشار قانوني شكرا جزيلا لك دكتور عبدالعزيز الوذناني أستاذ المحاسبة المشارك رئيس قسم المحاسبة في جامعة الفيصل وكاتب الاقتصادي شكرا جزيلا لك دكتور عبدالعزيز شكرا لك شاهدنا لك نعم بهذا نقوم قد وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا المتميزة بمحاورها لهذا اليوم ختاما أشكروا طيبا متابعتكم نلتقي بنا لا غدا من نفس التوقيت كنا دائما على النهاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة